هناك الكثير من المعلومات والإشعاعات التي تنتشر بسرعة كبيرة حول فيروس كورونا المستجد فما هو فيروس كورونا المستجد؟ الفيروس التاجي كورونا المستجد هو زلالة جديدة من فيروس كورونا التي تصيب الجهاز التنفسي والتي تم التعرف عليها لأول مرة في مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي في مدينة وهان بمقاطعته بالصينية طرق انتقال العدوى حتى الآن لم يتم اكتشاف طريقة انتقال العدوى ويرجح أن الإصابات بين البشر نجمت عن مخالطة حيوانات مصابة بالفيروس مع إمكانية انتقال الفيروس من شخص إلى آخر عبر الرذاذ الملوث من شخص مريض أعراض المرض قد تتراوح أعراض المرض من الخفيفة إلى الشديدة لتتطور إلى التهاب الرئوي والذي منها الحمى، صعوبة في التنفس، السعال، الصداع، وألم في الحلق العلاج تبقى الرعاية الداعم المكثفة وعلاج الأعراض هي الطريقة الرئيسية للتعامل مع هذا المرض حيث لا يوجد حالياً علاج أو لقاح محدد حتى الآن طرق الوقاية تجنب الاختلاط بالمرض المصابين بأعراض تنفسية المداومة على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون استخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس تجنب الحيوانات عدم السفر عند وجود أعراض مرضية اتبع مصادر المعلومات الموثوقة يجب تحر الدقة واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة وعدم تداول الشائعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية للمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل مع الجهات المختصة التالية اطمئن صحتك في أمان اطمئن صحتك في أمان اطمئن صحتك في أمان اطمئن صحتك في أمان اطمئن صحتك في أمان